اشتركوا في القناة اليوم نقف عدة وقفات الوقفة الأولى مع إبراهيم عليه السلام والدعاء ولعلهم من الموافقات المباركة أن يكون هذا الدرس في هذه الليلة المباركة في ليلة الثلاثاء الحامس والعشرين من شهر رمضان من عام ٣٨ وهي من الليالي التي ترجى ويرجى أن تكون من ليالي القدر ولا شك أن أعظم الدعاء هو في ليلة القدر وفي العشر وفي رمضان كيف أيضا في هذا المكان المبارك في الحرم في مكة المكرمة إبراهيم عليه السلام والدعاء له شأن عظيم جدا ونحاول أن نفصل فيه بعض الشيء لحاجتنا الماسة لفقه منهج الدعاء وبخاصة من أبينا إبراهيم عليه السلام إبراهيم لا أعرف أنه ذكر في القرآن دعاء لأحد من الأنبياء كما ذكر لإبراهيم ذكره الله جل وعلا في مواضع عدة والله جل وعلا أمرنا أن نتأثى به قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ومن الأسوة الحسنة أن نتأثى به في الدعاء وكما قلت تأكد هذا الأمر في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه الليلة إبراهيم عليه السلام يدعو وهو يرفع القواعد من البيت إسماعيل يدعو بهذا الدعاء وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم وأنتم تأدون عباداتكم تأدون صلاتكم سيامكم عمرتكم قيام هذه الليالي تسألون الله جل وعلا أن نتقبلها منكم فليس أداء العبادة كافيا إن لم يصاحبه الرجاء يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هذا إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل عليه السلام يقولون ربنا تقبل منا إنك أن تستمع العلم فهذا منهج في كل طاعة ولذلك لعلكم تتدبرون أنه بعد كل عبادة يأتي الاستغفار فأول ما تفعلونه بعد انتهاء الصلاة هو الاستغفار وأيضا وأنتم راجعون من عرفة وعرفة هي الحج كما قال نبسه الله سلام الحج عرفة فهي أعظم أركان الحج أيضا أمر الله أن نستغفر واستغفروه لماذا لأنه مهما كان حرصك على العبادة على أدائها على الوجه الصحيح فقد لا تقلو من نقص أو تقصير فيأتي الاستغفار ليكون معوضا عما قصرت فيه بفضل الله ورحمته إبراهيم عليه السلام يدعو الله جل وعلا بطلب المغفرة والتوبة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تعمل وتب علينا إبراهيم أيها الأخوة ورد أنه لم يعص الله جل وعلا ولذلك في يوم القيامة عندما يأتيه الناس يطلبون شفاعته لا يذكر معصية إلا ما ذكر في قضية الكذبات الثلاث التي سأذكرها بإذن الله ومع ذلك ادعو الله أن يتوب عليه ويستغفر ربه كيف بنا ونحن المقصرون المذنبون صباح مساء إلا من عصم الله إبراهيم إبراهيم عليه السلام حريص على نفسه وعلى ذريته جنبني وبني أن نعبد الأصنام وأنتم من أبناء فهو دعا لنا أيها الأخوة أن يجنبنا الله الأصنام وما دونها أيضا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم انظر هذا الدعاء له ولذريتي ولأولاده رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي هنا وقفة ومن ذريتي قال بعض العلماء إن من هنا قد تكون بيانية أي رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي وقيل إنها تبعيضية لأن إبراهيم عليه السلام يعلم أن هناك من ذريته من ليس بمسلم أعلمه الله ذلك فإذا قيل إنها تبعيضية ولهذا بعض الأخوة إذا أقيمت الصلاة قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي أولا هذا الموضع من الدعاء لم يثبت لم يثبت بعد الإقامة أن يقال هذا الدعاء ثانيا لماذا يا أخي تقول ومن ذريتي قل رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي أن يصلح الله أولادك وذريتك جميعا على القول بأنها تبعيضية فإبراهيم عليه السلام إذن يدعو لأبناه ولأهله ولذلك في آخر آية في دعاء المؤمنين في عباد الرحمن في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آية وذرياتنا بدون من فأن تدعو لنفسك تدعو لذريتك لأحفادك لأسباطك لمن بعدهم قد تلحق دعوتك يا أخي الكريم من أبنائك وأبناء أبنائك إلى غير حك بفضل الله جل وعلا وأيضا إبراهيم عليه السلام يدعو للمسلمين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا والكتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أيضا يدعو بالثبات ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واليوم في ظل هذه الفتن والمحن ما أحوجنا والله أيها الأحبة إلى الدعاء بالثبات إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو الله جل وعلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أيضا مرة أخرى أنبه على بعض الأخطاء هناك من تسمعه يدعو في سجوده أو في غير سجود يقول يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك لا الصحيح ليس في كلمة الأبصار أما في سورة الحج يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هذا وصف يوم القيام أما الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فإذا نحن أحود أن ندعو بالثبات خاص مع الفتن والأزمات والثبات عزيز ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا هذا يقال محمد صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المواد العمر عظيم كإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون بالثبات سبحان الله من هم الصالحون إن لم يكن إبراهيم عليه السلام هو إمام الصالحين ومحمد صلى الله عليه وسلم من يكون ومع ذلك يقول إبراهيم عليه السلام رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين عدم تذكية النفس التواضع وهو إمام الصالحين عليه السلام فاللي أبتهد وألحقني بالصالحين ولذلك من الدعاء أن الله يجمعنا بالصالحين وأن يغفر لنا يقول الشافعي حب الصالحين الشافعي هذا الإمام العظيم الإمام الشافعي حب الصالح كما يوسب له حب الصالحين ولذت منه وأرجو أن أنال بهم شفاعة إذا كان الشافعي يقول هذا الكلام وهو الإمام العظيم وأنظر من يتبعه الآن يقتدي به في الأرض من أئمة أهل السنة ويروى عن هذا الكلام وحتى لو لم يصح البيت فهو قد قاله فعلا وعملا وغيره إما رحمهم الله وإبراهيم أيضا يدعو بالجنة واجعلني من ورثة جنة النعيم وقد جاب الله دعاء فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالسماء السابعة مسجدا ظهروا إلى البيت المعمور بل إنه يدعو للتفقه في الدين وهو منصباه فقيه في الدين وهو منصباه وهو فتى سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم لو لا فقه ما فعل ذلك ومع ذلك يقول وأرنا مناثكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ومع ذلك من خوفه الرجاء مطلوب والخوف كذلك يقول ولا تخزني يوم يبعثون هذه الأدعية مع كذرة أدعيته ودعائه للآخرين لم يقتصر على نفسه قلت لكم بالأمس إن أحد الصحابة وقد أخطأت بذكر اسمه وهو أبو الدرداء وليس حزيزة رضي الله عنه يقول إني لأدعو لسبعين من أصحابه يسميهم بأسمائهم كما ذكر الذهب في السير سبعين يدعو لهم نحن نحتاج إبراهيم عليه السلام رأينا دعواته لنفسه ولوالدين ولأمنا دعاءه لأبيه حتى علم عنه لما تبرأ علمه أنه عدو لله تبرأ منه استنبط شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن إبراهيم تبرأ من أبيه ودعى كما تعلمون رب يغفر لي ولوالدين لكن لم يتبرأ من أمه فاستنبط منها أن أمه كانت مسلمة لأنه لو كانت كافرة لتبرأ منها كما تبرأ من أبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فأبقى الدعاء لأمه وتبرأ من أبيه لأنه كان كافرا أقول مع كثرة دعوات إبراهيم ودعواته لأولاده ولوالده وللمسلمين ولغيرهم لم يثبت حسب ما وقفت عليه أنه دعى على أحد أبدا بل تجد الرحمة كما بيّنت بالأمس ولا أريد أن أكرر وأعيد فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور الرحيم أي لعل الله أن نرحمه وأن يهديه هذا الحقيقة نحتاج إلى هذا الأمر ومع ذلك بالمناسبة يسأل بعض الناس يقول طيب ما ترى أن ندعو على من ظلمنا على من أهذانا على أقول أدلكم على دعوة عظيمة جدا وهي دعوة الغلام في قصة أصحاب الأخدود دعوة عظيمة يقول لما أرادوا أن يلقوه في البحر أو يلقوه من الجبل كان يدعو بدعوة واحدة اللهم اكفنيهم بما شئت فقط وكفاه الله إياهم وأهلكهم قد يقوه قال ما الفرق في هذا الدعاء الفرق في هذا الدعاء كما قال أحد طلاب العلم يقول استفدتم منه فائدة عظيمة فبدأت أدعو به إذا ظلمني أحد بدل أن أدعو علي أدعو بهذا الدعاء قد تكون كفاية من ظلمك بهدايته قد يكفيك الله إياه بأن يهديه بل يقول أحد طلاب العلم وأنا أدعو على من ظلمني وأقول اللهم اكفنيهم بما شئت أستحضر في قلبي أن تكون كفايتهم بهدايتهم فهذا حب إلي من هلاكهم فهذا دعاء عظيم اللهم اكفنيهم بما شئت فوض الأمر لله جل وعلا هو أعلم لأنك فعلا قد تدعو بهلاكه ويقع وأنا لا أقول هذا محرم سألني أحد الأخوة اليوم قال أليس بمشروع قد ما لا مشروع فقد دعا الأنبياء دعا نو عليه السلام ودعا موسى عليه السلام ربنا إنك آتئ وهارون ربنا إنك آتيت مو فرعون ومن أزينتنا أمونا في الحياة الدنيا قال الله قد أجيبت دعوتكم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن ندل على مسائل أخرى بل إن نبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أشخاص بأعيانهم قال الله له ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء فنقض الأمر لله أيها الأحبة فهو سبحانه وتعالى أعلم منا بما يصلحنا أضيف على هذا ومن آذاب الدعاء ونحن في هذه الليالي المباركة أولا أن تدعو وأنت موقن بالإجابة يقول نبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة يا أخوتي يا أحبتي سمعت أكثر من مرة من بعض الناس يكون أصيبة بمصيبة ويقول والله حاولت وفعلت كذا وكذا لينجو من مصيبة أو من مرضه حتى أنني جربت الدعاء قلت يا أخي الكريم الدعاء ما يجرب الدعاء يا أخي ما يجرب وهذا سبب ربما من أسباب عدم إجابة دعوتك غير موقن مثلما تجرب دواء واحد وصف لك دواء ويقول لك إما نفع ما ضر ما يصلح هذا يقول نبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة يقين يقين حدثني أحد سمعت أحد الأخوة بهذا المسجد ويسمع كلامي الآن يقول يعلم الله كانت عندي مسألة عظيمة جدا وهم منذ أشهر والحق على الله خاصة في رمضان وخاصة في هذه المسجد بأسماء الحسن واسفات علام أن يفرج أهم وأن يحل مشكلة يقول فكرت بحدود طاقة البشر عدة طرق ممكن تكون لحل هذه المشكلة وهي طرق صحيحة كما ذكرني بعضها يقول والله قبل يومين تقريبا أو ثلاثة ما استطيع يقول إن حلت المشكلة في خمس دقائق تماما وليس من أي طريق من الطرق التي فكرت فيها فوض الأمر لله جل وعلا نسر أصحابه في الأحزاب بالريح أنجأ إبراهيم وهو يلقى في النار لكن يقول كنت أدعو وأنا موقن بالإجابة وكنت أنتظر الفرج في أي لحظة وما تم رمضان إلا يفرج الله له وهي قضية كبيرة جدا يقول أرهقتني وأتعبتني تماما يقول تماما في خمس دقاء من الله جل وعلا هو عمل بالأسباب أخذ بالأسباب التي يعرفها ما أوصلت إلى نتيجة لكنه جاء لأعظم الأسباب وهو الدعاء وهو موقن يقول أدعو أنا في سجودي أدعو عند فطري أدعو آخر الجمعة فأجاب الله دعاء ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة المسألة الثانية أيضا لا يستعجل قلت لله بسرعة والسلام كيف يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي دعوت ودعوت فلم يستجب لي قد لا يقول الإنسان بالنسان لم يستجب لي لكن يا مل يا أخي الكريم الله يحب أن يسمع دعائك يحب جل وعلا أن تتذرع عندما يؤخر الإجابة لحكم عظيمة جدا ومنها أن يزيد أجرك وتذرعك وتذللك أمام الله جل وعلا لا تيأس فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من عدم من عدم استجابة الاستعجال دعوت فلم يستجب لي كما قلت لكم قد لا يقول بلسانه لكن يقوله بفعله يقول دعوت يعني بنفسه دعوت ودعوت إذن يترك الدعاء ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم نعم يقول الله جل وعلا أدعو ربكم تذرعا وخثية إنه لا يحب المعتدين هناك من يعتدي في الدعاء وهذا من موانع الدعاء فلذلك يحذر الإنسان أن يكون من دعائه اعتداء في الدعاء فهذا كله كذلك من شروط الاستجابة إطابة إطابة المطعم والملبس والمشرب يقول نبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له لنحرص هذه اللقمة التي نأكلها أن تكون من الحلال اللباس الذي تلبسه الماء الذي تشربه والشراب الذي تشربه وإلا قد يكون من موانع إجابته فقد نغفل عن هذه المسائل ونتساهل فيها أشاهد أن موانع الدعاء كثيرة في هذه النقطة أختم بموضوع مهم طيب يا أخي الكريم وفرت كل الأسباب في حدود إمكاناتك ودعوت الله جل وعلا ولم تر إجابة يبشركم يبشركم محمد صلى الله عليه وسلم أنك أن من دع الله فادقا مخلصا ولم يكن هناك مانع من موانع الدعاء لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يستجاب له ما طلب مثل قصة الأخ الذي ذكرت لكم قبل قليل وإما أن يصرف عنه من الشر أعظم مما دعا بسبب دعوته وإما أن تدخر له يوم القيامة أن تدخر له يوم القيامة حتى ورد أنه لما يرى يوم القيامة من الخير يقول بدعائك الذي لم يستجب لك حتى يتمنى أنه لم يستجب له شيء في الدنيا لما يرى من الخير إذن أنت رابع على كل حال إذا دعوت صادقا مخلصا فأنت رابع على كل حال اطمئن وما يدريك أنه صرف عنك من الشر ما لا تعلمه أصيب غيرك إما أمراض أو فقر أو عدو أو غير ذلك حماك الله لدعائك وكذلك ما يدخر لك يوم القيامة ومع ذلك قد يستجاب لك فالله عليم الحكيم مما يساعد على إجابة الدعاء أن يكون الزمان فاضلا أو المكان فاضلا أو الحال فاضلا كيف ذلك أيها الأخوة الزمان فاضل كرمضان وآخر الليل وآخر يوم الجمعة العشر العواخر ليلة القدر كلها أزمنة فاضلة الأماكن الفاضلة أعظمها الحرم سواء حرم مكة أو المدينة مسجدنا صلى الله عليه وسلم أو المقدس نسأل الله أن يرده للمسلمين الثالث أو منها المساجد من الأماكن الفاضلة وهي لا شك أنها أعلى الأماكن إذن هذا المكان الفاضل الحال الفاضلة الحال الفاضل أيها الأخوة كأن يكون إنسان صائما أو حاجا أو ساجدا لأن الساجد كما في الحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد وكذلك الأحوال التي تصحبها رقة في النفوس وتذلل لله جل وعلا وكذلك المسافر والمظلوم فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجر كيف إذا اجتمعت لكم أنتم الآن أنتم في الحرب في مجتم بيوت الله وفي هذه الليالي المباركة وفي شهر رمضان وفي النهار صائمون وكثير منكم مسافر وأيضا هناك من هو المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه تجتمع كل هذه الأحوال فما ظنكم برب العالمين يقول ابن وسعود ما يقسم بالله ابن وسعود رضي الله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه ظن لقوله تعالى فما ظنكم برب العالمين ولله المثل الأعلى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به ومرة أخرى ليس لفء أنا عند حسن عبدالي أنا عند ظن عبدالي فاللي ظن بي ما شاء بينما هناك من ظن السوء وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين والله لا نظن بربنا إلا خيرا فنحسن الظن بالله وستجدون الخير كل هذا أيها الأخوة في موضوع الدعاء فاحرصوا على الدعاء لأنفسكم ولوالديكم ولأخوانكم وللمسلمين جميعاً بل والله أقول لكم وصية محب احرصوا على الدعاء الدعاء لي وليس على لمن ظلمكم ادعوا لمن ظلمكم ادعوا لهم بالهداية ادعوا لهم بالصلاح ادعوا لهم أن يكف الله شرهم عن الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأن تكف شرك عن الناس فتقت منك على نفسك هذا دليل على سلامة القلب وعلى صلاحه وملك عند رأسك يا أخي الكريم يقول ولك بمثل لا تحرم نفسك هذا الخير ادعوا لإخوانكم المجاهدين ادعوا لإخوانكم المستضعفين بعض الأخوة إذا تكلم في هذا الموضوع قال يا أخوان ساعد أخوانكم ساعد المستضعفين أقل شيء الدعاء لا يا أخي الكريم أعظم شيء الدعاء حاجتهم للدعاء أكثر من حاجتهم للمال والمأكل والملبس هذه الدعاء لا نقلل لأنك تدعوا كريما رحيما بأن يغنيهم وأن ينجيهم وأن يكسوهم وأن يؤمن خوفهم فالحقيقة الدعاء ليس أقل شيء بل هو أعظم شيء فلنحرص على الدعاء لإخواننا المسلمين في كل مكان الأحياء منهم والميتين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفل لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعز في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رعو في الرحيم أيها الأحبة إبراهيم من صفاته العظيمة التي خلدها القرآن والسنة المبادرة طاح المبادرات وللأمة اليوم تحتاج إلى من يبادر تحتاج إلى من يبادر من ينقذها من واقعها من يبادر في مشاريع الخير وهي كثيرة جدا قل كل يعمل على شاكلته كل ميسر لما خلق له قد علم كل أناس مشربهم ولكل وجهة هو موليها اكتشف نفسك وبادر لما تستطيعه في باب المال في باب العلم في باب الدعاء في باب الجاه في أي باب ومن أبواب الخير إبراهيم عليه السلام بادر في أبواب الخير كلها بادر وهو شام وهو شام بتحطيم الأصنام وبحكمة عجيبة جدا لما حتم الأصنام أيها الأخوة ترك كبيرهم لعلهم إليه يرجعون لكن من حكمة ذلك لم يرد أن يصل معهم إلى أقصى شجل لأنه لو حتم رئيسهم وزعيمهم كان الغضب يبلغ أشدة قالوا هذه من حكمة وإلا لا شك أن الصنم الكبير أولى بالتحطيم من الصنم الصغير لكن من حكمة إبراهيم عليه السلام أنه حتى مصطغاء لعله يكون سبب لرجوعهم لهدايتهم أما إذا جئت على زعيم القوم أو سيد القوم لم تدع مجالا للرجوع وهو فتى هذه مبادرة من إبراهيم عليه السلام مبادرته لإكرام الضيوف مبادراته في بناء البيت مع ابن إسماعيل عليه السلام مبادرة إبراهيم عليه السلام في الدعاء الذي سمعنا قبل قليل والدعاء هو العبادة كما مر معنا وتنبيه أيضا هناك من في حديث الدعاء مخ العبادة هذا ضعيف الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة إن الذين يدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فإبراهيم عليه السلام صاحب مبادرات فأنت يا أخي الكريم إذا بادرت لا يضيرك استجب لك أو لم يستجب لك أن تبادر في باب بث العلم في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا تقول الناس لا يستجبون لي لا يضركم من ظل إذا احتديتم إذا احتديتم لا يضركم من ظل لكن لا يتم من الاهتداء إلا بالعلم والأمر العروف والنهي عن المنكر والصلاح إلى غير ذلك كما بينا العلماء وليس كما يفهم كذلك نفس هذه الآية خطأا فالشاهد أن تبادر أيها وكل بما يحسن إبراهيم عليه السلام أعطانا مجال للمبادرات باستجابته لربه بهجر قومه كل الأبواب بادر فيها عليه السلام والمبادر شأن عظيم الأمة اليوم تحتاج إلى المبادرات والخطأ أن نتصور أنه لا يبادر إلا أصحاب الأموال أو إلا العلماء خطأ خذوا هذا القصة الحريطية وهو حديث صحيح كانت امرأة مملوكة ليس لها أحد كانت تقوم المسجد لها خباء عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيمة صغيرة ما هي عملها ما تحسن إلا أنها تقوم المسجد تنظف المسجد بعض الناس لا يعبى لهذا العمل كيف بعد وهي امرأة مملوكة توفيت لما توفيت فقدها النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها الصحابة ودفنوها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ماتت قال نعم قال هل لا كنتم آذنتموني هل لا كنتم أخبرتموني فكأنهم تقلوها يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بما هو يرون أعظم فعظب النبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها فذهبوا معهم لاحظوا إلى المقبرة ووقف عند قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم ثم دعا انظروا بركة هذه المرأة ثم دعا لأهل البقيع جميعا بسبب بركة هذه المرأة لأن هذا الذي كانت تحسن كانت تحسن أن تقوم المسجد هذه مبادرتها ما أحد كلفها بذلك إلا استجابة لتنظيف المساجد وتطهيرها فأعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها ورفع من شأنها وذهب يصلي عليها ويدعو لأهل المقابر ولأهل البقيع جميعا بسبب هذه المرأة حقيقة أيها الأخوة المبادرة لا يلزم أن تكون عظيمة أو تتصور أنك لا تستطيع أن تبادر إلا عندك مال أو عندك علم أو عندك جاه لا بأي أمر تستطيع أن تبادر إذا علم الله جل وعلا أن هذه قدرتك هذه إمكاناتك عظم شأن وأجزلك قل كل يعمل على شاكلته فاشتبقوا الخيرات اشتبقوا الخيرات أينما تكونوا نعم أي وجهة ولكل وجهة هو موليها كل اعملوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا واسجها لنا فكل ميسر لما خلق له من حكمة الله أن هذا في هذا الباب وهذا في هذا الباب وأيضا أجل نهلا ثمانة أبواب الله جل وعلي قادر على أن نجعل لها بابا واحدا نسأل الله أن يدخلنا إياكم وإياه ووالدين وثمين أجماعين لكن جعلنا ثمانة أبواب لتنوع العمل فكلما استطعنا أيها الأخوة أن نبادر فلنحرح على ذلك ولعل الله أختموا كلمتي بأن نجتهد في هذه الليالي المباركة وما بقي من ليلة لكن نقول ليالي الأوتار أرجع وقد تكون هذه الليلة وما بعدها أحدها قد تكون ليلة القدر وكلها ما بقي أخوتي إلا خمس ليلة لنجتهد قدر الإمكان بالدعاء فيها وندعو لأنفسنا ووردينا وندعو لبلدنا ولبلاد المسلمين نسأل الله أن نحفظ بلادنا وبلادنا ونكلسوا وأن ننصر المجاهدين في كل مكان وأن ننصر جنودنا في الحد الجنوبي وأن ننصرهم على أعدائهم على هؤلاء المجرمين الحوثيين ونسأل الله أن يوفق مولاة أمرنا لكل خير نسأل الله أن يوفقهم ووفق مولاة الأمور لكل خير ولكل صلاح وأن يجمع كلمتهم على الحق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته